اندلعت مواجهاتنا اليوم بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين تجمعوا في بيروت للمطالبة بحقوق معيشية وحاول محتجون الدخول إلى السرايا الحكومي حيث قامت القوى الأمنية لحماية السرايا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم ما أدى إلى حالات إغماء في صفوفهم وتجمع العديد من المواطنين والعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح بالتزام مع عقاد جلسة مشتركة للجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي